نساء الخير وكل سنة وانتو طايبين متهياء لي ان اغلب الرجالة دا لو ما كانش كلهم بيعدي على دماغهم السؤال دا يا طرى لو مت مراتي هتتجوز بعدي انا اعرف رجالة قالت لمراتاتهم كده بالزبط وفي منهم اللي خد منها وعد انها مش هتتجوز حد تاني من بعده ومنهم اللي بيوصل بيه الحال انه يكتب وصية لو مراته تجوزت من حد تاني بعد وفاته تتحرم من الميراث طب لو فيست وعدت جوزها بحاجة قالت له ما يشي انا موافقة على حاجة زي كده تعمل ايه لو ما شعرها وقلبها اتحركوا لحد تاني بعد وفات جوزها دا السؤال اللي سألته مادام مونة بطل القصة حقيقية النهاردة اللي حبت بعد ما جوزها توفى حبت مين أخو المتجوز تيجو نسمع الحكاية من اولها ونشوف مادام مونة بعتها تقول لنا ايه اسمي مونة وعندي حاليا اربعة واربعين سنة بشتغل موظفة في منصب مرموق وعندي كل النعم اللي ممكن اي انسانة تتمنها من ربنا بس مش مبسوطة لاني وقع في مشكلة كبيرة ومش عارفة احلها ازاي بصراحة انا متابعة برنامجكم بقلي فترة طويلة باحترم طريقة تفكيركم مع القصص اللي بتجيلكم والده كثرة المحترمين اللي بيقولوا كلام بيقنعني في حل المشاكل عشان كده بعدتلكم النهاردة حكايتي باختصار اني بعد ما اتخركت اتجوزت من ابن خالتي لمدة شهرين بس وحصلت بينا مشاكل جامدة انتهت بالطلاق وخرجت من الجوازة دي حامل في ابني كبير اللي بالمناسبة اتخرج السنة اللي فاتت وربته احسن تربية الحمد لله بعد الطلاق بفترة ربنا رزقني وعوضني براجل صعب يتكرر تاني راجل عظيم بمعنى الكلمة كان ارمل وعنده ولاده طلبني للجواز وعادني انه هيعمل ابني كأنه واحد من ولاده بالزبط وشفت منه في فترة ارتباطنا كمية حنان مش طبيعية معايا ومع ابني اتطمنت له ووفقت وطلع بعد الجواز كمان احن مما كنت اتخيل لدرجة اني نسيت تماما انه مش ابو ابني وهو كمان نسي وبقى فعلا ابوه حرفيا عشت معاه 14 سنة حب واحترام كنت انا كمان فيهم الام التانية لولاده وكانت علاقتنا ببعد فوق الوصف بفضل ربنا سبحانه وتعالى لحد ما جت لحظة غير متوقعة حصل فيها امر الله وتوفى جوزي في سن صغير اكيد طبعا متخيلين الوجع ساعتها كان عامل ازاي لكن ما كانشه قدامي غير اني ارضى بقضاء الله واقول الحمد الله وربنا يعيني على تربية ابني وولاد جوزي زي ما كل حاجة كانت ماشية في حياته الكلام ده كان من 4 سنين بالزبط يعني كان سني وقتها 40 سنة وده سن ما نقدرش نقول عليه كبير وبتكون فيه ست لسه بكمل مقاومتها وخصوصا لو كانت حلوة وعندها من المال والظروف اللي تخليها ما يبانش عليها السن لكن قلت لنفسي ساعتها انسى كل الافكار دي وارضى بنصيبي محدش بياخد كل حاجة وفضلت في بيتي مع ابني وولاد جوزي مكملين العهد وكملت في وظيفتي اللي الحمد لله فما كان محترم ده غير اني عندي خير كتير ورسته من والدي الله يرحمه غير اللي ورسته من جوزي الله يرحمه بس ما كنتش مبسوطة بسبب فراء جوزي ما كنتش قادرة اعيش من غير حبه وحنانه وكمان توجيهاته ودماغه كبيرة وكمان قراءه كانت حكيمة جدا لقيت نفسي عيشة تعبانة مهزوزة مش حاسة بحياة فيها روح بعد ما بقت حياة جمدة كده كلها مسئوليات وفيها مجهود غير عادي فجأة جالي احساس غريب عمري ما كنت اتخيل اني همر بيه وبدأت مشاعري تتحرك ناحية اخو جوزي وبعد ما كنت فكرة اني مستحيل مشاعري تتحرك تاني ناحية حد تاني هو كمان حبيني قوي قبل ما احكيلك بقي التفاصيل يا سالي محتاجة اكدلك الاول ان انا عندي مبادئ وصدقيني احنا عائلة محترمة جدا واكيد انتي وكل الناس عارفين ان الحب شعور محدش عارف يفهمه ولا حد عارف بيحصل ازاي وليه وامتى وكأنه حاجة بتنزل علينا من السماء من غير ما نقدر نتحكم فيها وده اللي حصل بالزبط بيني وبين اخو جوزي اللي كان بعد وفاته هو الظهر والسند بحكم طبعا ربطة الدم والعلاقة الكويسة اللي كانت بينه وبين اخوه قرب مننا اكتر بعد الوفاة عشان يشوف لو محتاجين اي حاجة بقى على طول يسأل علينا بيحاول يساعدنا بكل اللي يقدر عليه ومع القرب اللي حصل بزيادة بدأت اشوفه ويشوفني بشكل مختلف فجأة رجعت لي الحياة من تاني من بعد ما كنت بدأت احس ان اتحولت القالة رغم انه متجوز ومخلف والمصيبة ان مراته كمان صاحبتي ولاده علاقتهم كويسة بأولادي ولاده روحي فيهم وهم كمان بيحبوني جدا ومراته حد غالي علي فوق ما تتخيالي بتجمعني بها علاقة حب واحترام قبل ما حد فيكو ينصحني بصدقوني والله العظيم انا حاولت اهرب من مشاعري كتير جدا عملت اقصى معندي بس ما فيش فايدة مقدرتش غير اني اشوفه كتير بحكم القرابة والعيلة لما قال لي احنا بنحب بعض ولازم الحب ده ياخد شكل شرعي يرضي ربنا ومستعدة جدا ان انا نتجوزك وقدام كل الناس قلت له ماينفعش ان يرتبط بيك بشكل رسمي طيب انا عايز اوقف هنا دقيقة انا سبتك يا مدام مونا تحكي القصة كلها من الأول بس انا اللي هي تعليق اللي انا فاهمها من كلامك دلوقتي انه حضرتك موافقة على الجواز بس عايزايكم في السر صح ولا ايه تعالوا نكمل بقية القصة غصب عني فكرت اننا نتجوز في السر انا مش هقدر اجرح حد وابني ساعدتي على كسرة قلب مراته او لقدر الله تحصل بينه وبينها مشاكل تهد بيتهم وتخلي ولاده يكرهوني ده غير اني مش هقدر اواجه ولادي بالموضوع ده ابدا وفي نفس الوقت مش هقدر اعمل حاجة غلط ممكن تغضب ربنا سبحانه وتعالى لاني الحمد لله بخاف من ربنا مش لايه قدامي اي حل يخليني اكون سعيدة انا فكرت اجوازه على سنة الله ورسوله بكل اركان الجواز بكل اركان الجوازة صحيح وبدون علم حد الا ببعض الناس القريبين جدا من هنا وده عشان اعرف اكمل حياتي انا عايزك تحسي بيا يا سالي واقسم بالله اللي حصل ده حصل غصب عني وخارج عن قرطي متأكدة ان اخو جوزي هيراعي ربنا فيا بس مش عارف التصرف ده هيبقى صح ولا غلط صدقيني انا مش عايزة حاجة غير الحب وبالحلال عايزة احب واتحب اعيش زي اي انسانة لسه سنة صغير وقدامها العمر الطويل واللي شجعني اكتر كلامك في الحلقة اللي فاتت اللي اتكلمتي فيها انتي وضفتك انه الستة لما جوزها بيموت مش لازم تدفن نفسها بالحياة وتحرم نفسها وفي الاخر تقعد تحسيبهم على تضحيتها دي قولولي اعمل ايه قولولي اعمل ايه شفتوا باب نيجا عند الحد ايه قولولي اعمل ايه واحنا بنقولنا اعمل ايه لحد هنا وخلصت رسالة مادام مونة موضوع صعب جدا محير عايز اقول لكم لما بتيجي قصة زي دي حتى في قصة حقيقية بنبقى فريق معه وفريق ضد حتى لو يبانوا انه من اول لحظة ان كلام مادام مونة غلط او لازم تبعد عن اخو جوزها اللي ما تجوز او انه مراتو صاحبتك بس مش بالسهل كده ان احنا نقول لأرمالت فيني نفسك بالحياة ما هي بتحب وبتتحب قلبك ده ترميه ما تحبيش تاني وبعدين احنا مش هنا عشان نحكم على حد صح? احنا منفكر معاكم بصوت عالي بس الموضوع ده في كلمك تير